بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج مذ أبصرت عيناي باحة داري حب الحسين هويتي وشعاري عظم الله جورنا وأجوركم باستشهاد سيدتنا ومولاتنا السيدة خديجة عليها السلام كل من سيذكر اليوم السيدة خديجة عليها السلام سيذكره رسول الله ويقضي حاجته فورا كل من يعمل عملا صالحا من إهداء الصيام الصلوات قراءة القرآن الأدعية إطعام الطعام إلى غير ذلك يهديه لسيدة خديجة عليها السلام يبدأ رسول الله صلى الله عليه وآله أولا بقضاء حاجته وهذا ما كان مشهور في حياة النبي صلى الله عليه وآله كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا ما طبخ طعاما ليوزعه على الناس كان يقول أولا عليكم أن تعطوا من كان يذكر السيدة خديجة من كان يحب السيدة خديجة اذهبوا إلى محبيها اذهبوا إلى معارفها اذهبوا إلى كل من كان يبجلها ويحترمها ويذكرها فيبدأون بهم هذه المعزة الكبيرة للسيدة خديجة عليها السلام عند رسول الله فكان يبدأ بهؤلاء الناس فاليوم أنت أيضا إذا كنت ذاكرا وكنت ذاكرة لسيدة خديجة عليها السلام وقمتما بإهداء مثلا الصيام سلام الله عليها إهداء صلوات الفريضة إهداء الصلاة على محمد وأهل محمد قراءة القرآن تسبيح السيدة فاطمة إطعام طعام ولو بسيط على حبها سيبدأ بكم اليوم رسول الله بقضاء حوائجكم جميعا أنتم في أول القائمة وهو قاعدة ما جزاه الإحسان إلا الإحسان واذكروني أذكركم فعمل على ذلك اليوم وابشر بقضاء حاجتك على يد رسول الله كرامة لأنك ذكرت السيدة خديجة عليها السلام في يوم شهادتها برنامج صباحات ولا أيامين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهم السلام اشتركوا في القناة